من في هذا القفص قد تسقط عنه الجنسية المصرية في حال صدور أحكام قضائية نهائية بإدانته في الجرائم المضرة بأمن الدولة هذا ما تقضي به التعديلات الجديدة التي أدخلتها الحكومة على قانون الجنسية والمقرر إحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها هو إجراء الضغط إجراء بيحاول حصار إجراء بيحاول التخلص من العبء لكن العبء قائم أنت عندك قنوات فضائية بره بتهاجم عندك دول بتأوي وتحضن مثل تركيا وقطر عندك تنقلات بيتنقلوا من بلد إلى بلد عندك حتى بلاد أوروبية حاضنة لخيرات الإخوان مكاتب الإخوان منتشرة في العالم ووفقا للتعديلات الجديدة يمكن أن يجرد من الجنسية المصرية كل من صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي بالقوة من الناحية العملية تستهدف هذه التعديلات التشريعية أعضاء الجماعات المتطرفة المصنفة إرهابية أما من الناحية الدستورية فيخشى قانونيون أن تتعرض تلك التعديلات للطعن بعدم دستوريتها دستور 2014 قال أن الجنسية حق وأن هذا الحق بالنسبة للجنسية الأصلية لا يحق لأحد أنه يقترب منه على الإطلاق يبقى أي تعديل يتعلق بمفهوم الإسقاط للجنسية الأصلية هو تعديل يعتدي على الدستور ومخالف للدستور التعديلات تشمل أيضا تشديد شروط منح الجنسية للأجانب ولأبناء المصريات وسيكون على البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشة التعديلات المقترحة واتخاذ قرار بشأنها توسيع حالات سحب وإسقاط الجنسية المصرية يعني توسيع ساحات المواجهة مع الجماعات الإرهابية وداعمها قانونيا جنبا إلى جنب مع المواجهات الأمنية والسياسية والفكرية أحمد مهران سكاي نيوز عربية القاهرة